شخص يخاف أن يكون اكتكب كفرا رجعنا إلى قصة الوسفة والموسوسين شفاهم الله وعفاه وأنه يرى كبار العصاء يظنون أنفسهم على خير خصوصا مع المعاصي ما الفرق بين استحلال المعصية وضعف النفس يا ولدي استحلال المعصية له صورتان صورة أول إلى كفر التجزيم وصورة أول إلى كفر الرد أضغب لك مثال اللي بيش بخمرة لو قال الخمر حلال هذا مستحل لأنه كذب بالنصوص الواردة في تحريم الخمر لو قال تحريم الخمر تخلف وحشية وردة حضرية مستحلة أيضا لأنه وإن لم يكن مكذبة للحكم لكنه راد له فكفره من جنس كفر إبليس الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليس لم يكذب بأن الله أمره بالسجود لكنه رد أمر الله جل جلاله وطعن في حكمته وقال أسجد لمن خلقت طين أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين هذا لم يكن كفر تجزيم كان كفر رد وإباء واستكبار استحلال هذه الصورة أو تلك يعني العلمانيون الذين يقولون إن إقامة الحدود ردة حضرية وحشية وبربرية هذا الفعل ردة أنا لا أتكلم عن شخص القائل قد يكون جاهل حمار مغفل ده موضوع تاني لابد من إقامة الحجة وزيل تشوفها إنما الفعل كتوصف للفعل هذا الفعل ردة بلا نزاع هذا رد لحكم الله جل جلاله من جنس رد إبليس لأمر الله له بالسجود فلا تختزي الاستحلال في باب التكذيب سيقول قد يكون ككذيبا وقد يكون إباءا واستكبارا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافية أما مع الإقرار بأنها معصية وأنه منكسر وهو يقترف هذه المعصية وفي داخله واعظ لله في قلبه ونفس اللوامة تسجره ويتمنى التوبة هذا ليس مستحنان يا ولدي وهذا الغالب على عصاة أهل القبلة في الجملة لكن قد يؤدي إدمان المعصية وإلفها إلى استحنالها في لحظة من اللحظات واحد بيشرب الخمر من ثلاثين سنة بيراب من أربعين سنة بعد شوية هو فيه الربا هو بينه بالنفس ويوصل إلى مرحلة يستحل بسهل لا نستطيع أن نضبطها في الحكم الظاهر إلا إذا صرح بها ولهذا إن أهل السنة عندما ينكرون على أصحاب المعاصي والله يبقى دولهم خدمة جليلة ولو لم يرتدعوا عن المعصية على قل يحافظون لهم على عقد الإيمان داخل نفوسهم لسه يفضل الحرام حرام والمنكر منكر والكبير كبير بيعمله آلأ في داخله هذا القلق في داخله ظاهرة صحية مطلوبة لأنه إذا توارى هذا القلق وارتاحت نفسه للمعصية واطمأن بها وقال هاي أشهى من اللبن وأحلى من العسل وصلنا لهذه المرحلة فلا حول ولا قوة إلا بنا وإن الله وإن إليه وإن إليه راجعون اللهم أهدنا سواء السبب لكن أقول يا ولدي يا صاحب يعني الوسواس أنت تسألنا في كل ليلة أو في كل حلقة وأنت تكسب من سؤالنا أننا ندعو الله لك لكن يا ولدي ليس عندي جديد أقوله لك المبتلى بالوسواس القرية يطرحها وراء ظهره لا يلقي لها بالا لا يقيم لها وزنا يعاندها يقاومها لا سجمع إذا كانت وساوس في باب العقائد والشيطان يأتيه بأفكار وأسئلة كفرية يعاندها يقاومها يطرحها ويعلم أن مقاومتها صريح الإيمان انتبه ذلك محض الإيمان ليست الوساوس محض الإيمان لكن مدافعتها ومقاومتها ومغالبتها هو محض الإيمان بأخير محض الإيمان بأخير محض الإيمان